ما هو الانضباط؟ يعني كان في قواعد اشتباك على كيلومتر صاروا 23 كيلومتر كان في سلاح تاني يستعمل لا يستعمل صار يستعمل كان في مناطق لا تستهدف صارت تستهدف هلأ أمبرح بالله المستعملين صاروخ جديد فإذاً بتحسي أنه في تهديد على الداخل نوعا ما إذا فينا نستميه التهديد على الداخل لبناني طبعا قائم ولكن اللي بدي أقوله أنه الحرب القائمة بجنوب لبنان ما أسنت إسرائيل عن الاستمرار بضرب أهل غزة حزب الله عم بيكون ضربات كتير قوية ما كانت يقبل فيها سابقا صحيح واغتيالات على كل ما سويت يعني فتحسي أنه في وضع يتفاقم وهيدا عم بينحكى بالـ 17-01 اللي أنا مستعدين يأخذوا ويعطوا فيه عم بيقولوا ولكن بعد ما تنتهي الحرب بغزة حرب بغزة إذا ما صار فيه ضغط دولي على إسرائيل لن تقف ستستمر لأنه صار واضح أنه الحكومة بقلب إسرائيل الألة مصلحة باستمرار الحرب وعم تستغل الفرصة حتى تنفذ مخططات قديمة الألة فيعني الأمور ليست مريحة مثل ما بيقولوا لبل بالفعل في خوف من أنه يصير في تصعيد أكبر على الحدود اللبنانية نحن كلبنانيين قبلنا بأنه الدستور اللبناني ينحط على جنب ونمشي على أساس الأعراف اللي انفرضت علينا بقوة السلاح وهون أنا كان عندي دائما لوم على كل القوى اللي كانت بوجه حزب الله واللي قبلت بهالتسويات قبلت بالبيانات الوزارية اللي كانت تعطيه كل الحق لحزب الله أنه يقدر شوي شوي يمتد قبلت بأنه يصير في هيمنة على المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية والقضائية كمان يعني تصوري أنت سبع آيب لحديد هلأ اسم عرف أو لحديد هلأ اسم نلاقي تحركات استفزازية بكل مواطن لبناني فهذا وصلنا لمرحلة أنه ما عاد بقى الداخل اللبناني هو موجود على الخارطة والقوى السياسية اللبنانية كلها ناطرة تشوف شو التسوي يبدأ تصير برا تشوفوا كيف يرجعوا يعملوا إعادة إنتاج لأنفسهم ضمن أي تركيبة جديدة مقبلة الحل بيكون لما نحنا كلبنانيين يكون عنا طرح وطني واضح نعرف شو بدنا ناس بيقول لك بدنا تقسيم ناس بيقول لك بدنا لبنان الكبير خيالي لبنان الكبير حقلك بكل صراحة أنا كيف بدي يدافع كيف تطلبي مني أنا مثلا دافع عن سيادة بلد أنا متهد فيه تصوري أنت في ناس محطوطة بالسجون من عشر سنين يعني مثلا في خلية رهيبية كم بدأ أسألك عن هذا الملف يعنيك هذا الملف طبعا لألك لي لأنه مثلا بيقولوا لي في خلية رهيبية في ثلاثة قوصوا بيلموا عشرين واحد على التحقيق وما بيعملوا لهم جلسة في منهم يقول لهم عشر سنين ناطرين طبقين من بيناتهم هيدول يمكن يكون في ناس ما خصون واللي خصوا بدنا نوقفوا لأنه ما بدنا أرهيبيين نا بيتركوا للأمور معلقة شو معناتها؟ معناتها أنت عم تجي تفوتي على مجتمع بأكمله بحجة أنه هيدا بيئة حاضن للتكفير هدي كل مرة وقفوا اثنين يلي حرقوا الشجر عيد الميلاد في طرابلس كم واحد ثلاثة أربعة وعندهم تعاطف مع داعش مظبوط مين اللي بيديرون معروف مين اللي بيديرون ومعروف مع أي جهاز بيشتغل هيدا ما وقفوا